بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين حي الله هذه الوجوه وبيها مرحبا بكم أيها الأحبة في الله في لقائنا بإذن الله متجدد أسأل الله له الدوام وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل الحج وما أدراك ما الحج لماذا الحج؟ لأننا قد بدأنا وتكلمنا عني أحبابي أخواني عن الأشهر الحرم أيها الأحبة وقلنا ما فيها من فضل وما فيها من أجور وتعظيم أحبابي وأشرف ما يقع فيه هذه الأيام أيها الأحبة في الله فريضة الحج يا الله أمر مؤلم أن نمنع من الحج نعم الحج داخلي في هذا العام أي لأهل مكة فقط سبحان الله رب العالمين وقد منع الناس أحبابي أخواني في الله الذين قال الله فيهم أحبابي أخواني يأتينا من كل فج عميق سبحان الله يأتينا من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامري يأتينا من كل فج عميق اللهم لا تحرمنا يا ربي زيارة الكعبة المشرفة في الحج والعمرة يا رب العالمين في كل عام أيها الله العظيم الحج أخي الحج أشرف ما يقع في هذه الأيام في هذه الأيام أشهر الحج وأشهر الحرم قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات ما هن أشهر الحج قال شوال ذو القعدة ذو الحج أحبابي أخواني في الله مع اختلاف منهم من قال العشر الأوائل من ذو الحجة يعني شوال وزو القعدة والعشر الأوائل ومنهم من قال لا بل شوال وزو القعدة وزو الحجة كاملا بإذن الله تبارك وتعالى هل صليتم على رسول الله الحج يا أحبابي في الله اوعد تكون ما حاطتش في حسبانك إنك إنت تتحج والله دي مشكلة يا أحبابي كثير من الناس يا أحبابي اشترى قطعة الأرض وبنع عليها الدور الأول والدور الثاني ولسه ما فكرش إنه يحج اشترى السيارة يا أحبابي وجدد السيارة يا أحبابي أخواني وجدد عفش البيت يا أحبابي أخواني واشترى ورح مصيف أكتر من 5-6 مرات يا أحبابي أخواني وما حج ولا اعتمر يا أحبابي الأمر خطير 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 اسمع لماذا أقول لك خطير سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاك كان يبعث في الأمصار يعني في البلاد سيدنا عمر في خلاف سيدنا عمر يقول كل من وجدتم له استطاع في الحج اسمع كل واحد تجدوه أنه عنده استطاع في الحج ولم يحج ففرضوا عليه الجزية فوالله ما هم بمسلمين والله ما هم بمسلمين يا أحبابي أخوان وإن لله وإن ليراجعون أحبابي أخواني شئموني أننا أحبابي أخواني في الله تحرم الخلائق وتحرم جميع الدول يا أحبابي وجميع الأقطار يحرمون من الحج وهنا قد فهمت كلام النبي محمد أيها الله العظيم وجلال الملك أول مرة أشعر يا أحبابي أخواني في الله وأفهم ويصل إلى قلب كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رباه الإمام أحمد يا أحبابي أخواني في الله أيها الأحبة في الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب أخواني في الله تعجلوا إلى الحج تعجلوا بسرعة يلا تعجلوا إلى الحج لما يا رسول الله قال فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له مش عارفين السنة الجايحة هيحصلية ولا السنة الوراء يالي انت كسلت السنة اللي فاتت يا حبيب وأخي في الأولت ما تخليها السنة اللي جاية خليها السنة الوراء ما لسه أنا شاب أنا لسه أشتري أعمل أذين منعنا من الحج وإنا لله وإنا إليه راجعون الأمر الثاني هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما فهمنا إلا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الفضير رضي الله عنه وارضاه وهو رواه أحمد وابن ماجى يا أحبابي أخواني في الله أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أحبابي من أراد الحج فليتعجل لما يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يا أحبابي أخواني في الله قال لأنه يمرض المريض يمرض المريض تمرض يمرض المريض اسمع وتضل الضالة يعني يا أحباب تتوقف الأمور وإن لله إليه راجعون يعني ممكن تتوقف أتوقفته الأقطاء يا أحباب لا طيران ولا غير طيران ولا كاذا أحبابه وغادر أينما قد حدث في جميع مطارات العالم توقفت في لحظة واحدة أحبابي أخواني بجند من جنود الله أسأل الله أن يزيل الهمة وأن يزيل هذا المكروب وهذا الفيروس عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يمرض المريض وتضل الضالة أحبابي أخواني وتعرض الحاجة يعني تعرض أزمة معينة أحبابي أسأل الله عزيزي أن لا يحلمنا الحج الأمر الذي بعده لازي أؤكد عليه أحبابي ما هو الحج أحبابي الحج بمعنى القصد أحبابي أخواني في الله هذا في اللغة العربية أما في الشرع أحبابي أخواني في الله هو أحبابي أخواني في الله التعبد لله رب العالمين بأداء نسك أو بأداء شعيرة الحج أحبابي على وفق ما جاء به السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم طب يا أحباب النقطة التي بعدها حكم الحج انتبه انتبه يالي أنت اشتريت الأرض ومحقتش يالي أنت وسعت عن نفسك ومحقتش أو اعتمرتش يا رجل الأمر خطير جدا اسمع قال العلماء يا أحبابي خلفا وسلفا وقد أجمعت الأمة حديثا وقديما يا أحبابي قديما وحديثا سلفا وخلفا كل الأمة أجمعت على أن الحج ركن من أركان الإسلام وهو فرض عين على من تحققت فيه الشروط يا أحبابي أخواني طب يا شروط عم الشيخ اسمع بعض الصراس الله قالوا الشروط التي إذا ما توفرت فيك وممكن كان توفرت فيك إن شاء الله الإسلام اتنين أن تكون بالغ ثلاثة العقل يا أحبابي أخواني صل بنا على رسول الله أربعة الحرية أنك أنت مش عبد الحمد لله خمسة الاستطاعة الاستطاعة عم الشيخ قديه قالوا من يملك الزاد والراحلة قالوا الزاد أدي عم الشيخ قالوا من يملك قوت يومه وقوت أولاده يا أحبابي أخواني وتوفر لي الحج يروح يعيج صليتم على رسول الله والطبعا الراحلة يا أحبابي أن تتوفر لك التأشير والصفر بإذن الله صل بنا على سيدنا رسول الله يا رب جمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل الحج في كل عام الحمد لله أجاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه يا أحبابي أخواني في الله الإمام مسلم والإمام أحمد فيما رواه الإمام بخاري والإمام مسلم غيرهم يا أحبابي أخواني في الله قال النبي صلى الله عليه وسلم روى الحديث الإمام مسلم والنساء رضي الله عنه وارضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم أو خطب فينا النبي محمد فقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحاج يعملوا إيه فحجوا قام رجلا لرسول الله في كل عام فسكت النبي شفت الأدب أسكت طب لما يسكت النبي إنما أصر الرجل قال يا رسول الله في كل عام فسكت النبي صاسي قال يا رسول الله في كل عام ففي المرة الثالثة قال النبي محمد قال في المرة الثالثة قال بأبي أمي الرحمة المهدى والنعمة المزدى قال صلوات الله عليه لو قلت نعم لوجبت ولم استضعتم فذروني وما وما أمرتكم هل صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لي رسول الله ذروني وما تركتكم قال إنما هلك من كان قبلكم بكسرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم كان يسألوا كثير ويختلفوا مع الأنبياء الأمم اللي قبلين أحبابهم ما أمرتكم من شيء إذا أمرتكم بشيء ماشي أحبابي خواني في الله قال نبي سلام فأتوا منه ما استطعتم الحاموركم بي فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم طب حكم العمرة 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 عم الشيخ العمرة العمرة اللي فكتير من الناس يقولك تعتمر أو ما تعتمرش مش مش مشكلة لا يا أخي الراجح من أقوال أهل العلم على أن العمرة واجبة يعني تسأل عنها بين يدي الله ده الراجح من قول أهل العلم يا أحبابي قول مين ده أحبابي قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورداء قول ابن عمر رضي الله عنه ورداء قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ورداء قول أم الموين عائشة يا أحبابنا أخواننا في الله طب يا دليلهم يا أحبابي أخوانا في الله الدليل في الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي رجل أولي النبي محمد إن أبي يا أحبابي أخوانا في الله رجل شيخ كبير يا رسول الله لا يستطيع الحج ولا العمر ولا الزعن يعني ولا السفر ما يدرش يسافر يا رسول الله فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجاب فقال حج عن أبيك وعتمر أدي الدليل بتاعهم وعتمر مش حقي بس حقي واعتمر يا أحبابي أخوان لأجل ذلك كان من كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يا أحبابي أخواني في الله أن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يا أحبابي وقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال إن العمرة إن العمرة يا أحبابي أخواني في الله لقرينة الحج في كتاب الله قرينة لي قال ربي وأتم الحج والعمرة دايما لم يذكر الحج تذكر معه العمرة أحبابي كذلك هناك قول ابن عمر يا أحبابي أخواني في الله قال ابن عمر ليس يا أحبابي ليس أحد إلا وعليه حج وعمره أو كما قال ابن عمر يبقى الموضوع جلل يا أحبابي أخوان في الله فكر والله العظيم حتى يدر إن شاء الله زي ما كنا بنوفر عشان نروح مصيف زي ما كنا بنوفر عشان نوسع ونجدد ونشتري أنتري ونشتري شاشة سي اللي دي 52 بوصة و70 بوصة يالله يا معلم هاته اللي انت عايزه الله موسع على جميع خلقك يا رب ولكن لا تنسى ما قد أمرت به عمرتك حتنزل معك في القبر الشاشة مش هتنزل ولا الانتري حينزل ولا السجاد حينزل ولا مش عارفه أسقط ما أوجبه الله عليك ثم تمتع بما بما أعطاك الله رب العالمين يا أحبابي أخواني في الله لو بتدخن بطل التدخين سنة تديك عمرة بإذن الله رب العالمين أيوة الله العظيم تديك عمرة ومرتاحة بإذن الله تبارك وتعالى صلي بنا على رسول الله وهذا ما يحولنا أو نتحول به إلى النقطة التي بعدها أحباب أخواني في الله صليتهم على سيدنا رسول الله إيه النقطة إيه فضل الحج عم الشيخ حيدين يا ربنا اسمع قال رسول صلى الله عليه وسلم لازم تنوي من السنادي أيوة السنادي تقول خلاص بإذن الله حيفتحوا للعمرة في شهر اثناشر ولا في شهر واحد أول ما حيفتحوا إن شاء الله حروح للعمرة بإذن الله وسبت قدير الأمور لله يلا إنوي الآن إنوي ولو مت حتاخد أجر عمرة وحتاخد أجر إيه حجة فين الدليل عم الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يلا يا شباب يلا يا أمة النبي محمد قارسه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان رضي الله عن ورضاه من حديث أبي وريرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله يا الله فلم يرفث ولم يفسق راجعك يوم ولدته أمه وفي رواية للإمام مسلم من أتى البيت يا حبابي أي وعد عيق البيت سواء كان حاج أو معتمر أو زيارة من أتى البيت ولم يرفث ولم يفسق راجعك يوم ولدته أمه الحج يا حباب والعمرة اسمع قال رسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي يرير وهو في الصحيح يا حباب أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يا حباب العمرة إلى العمرة كفارة تعمل عمرة السناد والسنة الأخرى تعمل عمرة تانية يغفر الله ما بينهما الله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما اسمع عن الحج اللي حرمنا منه السناد والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة إلا الجنة اسمع الحج والعمرة ما لهم يلي انت عايز تستثمر يلي انت عايز زود ما لك حج يا عم الشيخ ده الحج يتكلف مئة ألف ومئة وخمسين ألف طب اسمع دي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أرضاء أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال والحديث عند الإمام الترميزي وعند النساء رضي الله عنهم يا أحبابي أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة لما يا رسول الله قال فإنهما ينفيان الفقر والزنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة أو كما قال النبي كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس لا قال والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة لا اسمع اللي بعدها سيدنا النبي قال سلاسة في ضمان الله حديث جابر رضي الله عنه أرضاه حديث أبو هريرة عفوا سلاسة في ضمان الله سلاسة حديث سيدنا جابر رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل خرج إلى مسكد من مساجد الله واحد اثنين رجل خرج غازيا في سبيل الله رجل يحباب إخواني في الله خرج يحباب إخواني حاجا خرج حاجا للحاج دوله في ضمان الله خد كمان مكفأ بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله قال عن الحج وعن العمار حديث سيدنا جابر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله 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 وفد الله يا أحباب الوفود الجماعة وفود دول دول يا أحباب يقول لك وفد دولة فرنسا وفد دولة ألمانيا وفد دولة تونس وفد جزائر المغرب يا أحبابي أخوان وفد دولة مصر صليتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد يعني مبعوثين يا أحبابي أخوان يعني جريحين يا أحباب أخوان بدعوة والحجاج جريحين بدعوة من الذي دعاهم اسمع من النبي محمد الحجاج والعمار وفض الله دعاهم فأجابوا ثم سألوه فأعطاهم لا تنتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج وفض الله دعاهم فأجابوه وبعدين وسألوه فأعطاهم وسألوه فأعطاهم دعوة الحاج والمعتمر بإذن الله لا ترد بإذن الله هل سمعت أكثر من ذلك هل حبيبي وأخي في الله سمعت أكثر من ذلك أجرا لأي فريدة من فرائد المحروم ما نحرم من الحج ورب الكعب اوعى تعدي عليك السنة اللي قاية وانت بكون شنوية إن شاء الله إن ومن الآن أول ما تفتح العمر أجهز العدة ابدأ جمعية ابدأ اعمل أي حاجة واترك النتيجة على الله أقسم لك بالله لو لا إطارة الحديث لسماعت قصص من الناس اللي يقول والله العظيم ما كان في بالي الحج ما كانش في بالي الحج عشان المال قال لما نويت وتوكلت على الله جاء المال من كل مكان كم من أمور قد زللها الله وزالها لمن صدق مع الله أصدق مع الله يصدقك الله بإذن الله بالحج والعمر حبيب وأخي في الله لأجل ذلك حبيب وأخي في الله إياك إياك حبيب وأخي في الله أن تكون عندك الاستطاع ثم تؤخر الحج حبيب وأخي في الله لأن الأعمار بيد بيد الله سوف نسأل عنها بيد الله رب العالمين وهذا حديث من حديث أبي سعيد الخضري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا صححت له إن عبدا ربي بيتكلمت قال الله إن عبدا صححت له بدنا أو جسما يا حباب وسأت عليه في المعيشة ثم يأتي عليه خمس سنوات ثم لم يفد إلي فإنه لمحروم محروم من إيه؟ ممكن لك المحروم من رحمة الله محروم من الخير محروم من الأج لأجل ذلك صرخة في قلوب المحبين وقاء أهل الله رب العالمين يلا بفضل الله وإن منعنا في هذا العام إن شاء الله سوف يكون لنا نصيبا في العام المقبل بإذن الله وحبكم جميعا في الله حيا الله وجوهكم وطيبكم وحفظكم الله وآواكم اللهم صلي وسلم وبارك وزيد على سيدنا رسول الله والحمد لله رب العالمين